وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد أما بعد فأحياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم والسفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتس أب الخاصة بهذا البرنامج ما شاء الله لا قوة إلا بالله اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلال طبعا عندي رسائل كثيرة جدا أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق والإعانة أبدأها بسؤال الأخت أمت الله من سورية تقول هل حقا أن التكبير يطفئ الحريق مهما كان كبيرا أخت أمت الله بارك الله فيك طبعا ورد حديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيه الحث على التكبير لأطفاء الحريق لكن هذا الحديث ضعيف هذا الحديث ضعيف وبالنسبة لأطفاء الحريق يقوم بالأمور الحسية يعني باستعمال الماء وباستعمال يعني الأشياء التي جرت العادة والتجربة أنه يخمد بها الحريق تخمد بها النار أما الحديث فضعيف بعض العلماء جود إسناد الحديث وذكر أيضا مع تجويده الحديث التجربة قالوا هناك تجربة كبروا على الحريق فانطفاء لكن عموما الحديث فيما يظهر بأنه ضعيف الأخت أم عادل من الرياض بارك الله فيها تقول بأن حجت قبل 35 سنة تقول عمري كان وقت الحج 18 سنة وكنت مع أخوي ومنعني من الرجم بسبب أن أجلس مع زوجتي لأنه معها طفل صغير وأخذ مني حصل جمال وكانت ناقصة تقول لقطة جهل مني 21 فقط وهي أول حج لي ماذا عليه أختي أم عادل بارك الله فيك أولا يعني الحج هذه قديمة الأمر الثاني كون أخوك يعني مثلا رأى المصلحة بقائك وذهب وناب عنك في تلك الفترة يعني نرجو الله عز وجل أن يقبل يعني ما قام به وإن كان الأصل واضح أن يجهل أخوك الحكم أنك أنت تقومين بالرمي أنت تقومين بالرمي تقولين أنا نقصت أشتراك أنك نقصت مثلا حصى ما أنت غير متأكدة وأخوك هو الذي ناب عنك وأكيد أنه رمى الرمي الصيحة عموما لا تقلقيني أختي الفاضلة وحاولي ولا تفكري في هذا الأمر وإذا يسر لك حجة تطوعية ثانية حجي ولله الحمد وما عليك شيء السالكة من موريتانيا تقول عندي تقريبا شيء غريب من شهر تقريبا شافت في مناسبة صحن طعام وأعجبها وسرقت هذا الصحن للأسف وهي الآن نادمة أشد الندم وأصحاب الصحن انتقلوا من المدينة وما تعرف مكانهم طبعا الأخة السالكة من موريتانيا قالت عندي غريبة ما أدوش تقصد غريبة يعني أنا ظنيت بأن عندها قصة غريبة أو شيء يظهر والله أعلم عندها يعني امرأة صديقة أو قريبة لها أو قريبة يمكن تكون قريبة غريبة يمكن أقرب يعني رسم الكلمة إلى قريبة طيب نفترض هذا أن عندك قريبة تقولين يعني سرقت صحن وأصحاب الصحن سافروا أولا عليها التوبة إلى الله عز وجل ولابد أن تستجمع شروط التوبة الإقلاع عن الذنب ما تعود للسريقة مرة ثانية الندم على فعله وذلك يكون بالحزن وبإذابة الجسد كلما تذكرت هذا الشيء تهتم وتندم والثالث العزم الأكيد على عدم العود إلى مثل هذا الأمر بقطع الطرق والوسائل والذراع المفضية إليه وأيضا أن ترد الحق لأصحابه أنت تقولين الآن غير موجودين طيب سافروا ممكن ترسل لهم الصحن تشتري لهم صحن بديل ترسل لهم المبلغ تقولين ما نعرف لهم طريق إذن تتصدق بقيمة هذا الصحن وترجو الثواب لأصحاب الصحن تتصدق بهذا معه شروط التوبة التي ذكرتها لكي سلومتي من موريتانيا أيضا تسأل تقول هل محادثة البنت لابن الخال الذي هو في سنها عبر التشات عن طريق الكتابة بدون أن يسمع صوته وتتكلم معه في مواضيع عامة كأن تطمئن عليه ويطمئن عليه وأحيانا تمزح معه لأنه تعتبر أخ لها وصديق مقرب هل يجوز هذا أم لا أختي سلومتي من موريتانيا تعلمين بأن المرأة إذا بلغت يجب عليها أن تحتجب عن الرجال وأن تكون بينها وبين الأجانب مسافة وابن خالك هذا يجوز له أن يتقدم لك وأن يتزوجك لأنه أجنب عنك في باب الزواج فيجوز لك أن تتزوجي ويجوز له أن يتزوجك فلذلك أخت الفاضلة تفاصلك مع ابن الخال وابن العم وابن الخال وابن العم ما يجوز إلا لضرورة كان مثلا سؤال عام تسألين سؤال عن كيف صحتكم كيف الوالدة كيف الوالد مثلا طيب أما والله رسائل خاصة أنت تقولين والله تعتبر مثل الأخ هذه في البداية وبعدين تتطور الأمور ويدخل الشيطان وتبدأ بعض العبارات والمزح يتطور إلى أمور أخرى لا يجوز يا أخت الفاضل ربنا جل وعلا أمر بحسم الذرائع والوسائل المؤدية إلى الحرام قال جل وعلا قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجا قال جل وعلا وقل للمؤمنات يغضضنا من أبصارهن ويحفظنا فروجهن نبي عليه الصلاة والسلام يقول من حام حول الحمى أو شكأ يرتع فيه فمثل ما يقولون نظرة فموعد فلقاء فلا تستسلمي لمثل هذا الأمر ويجب عليك أن تنتهي تواصلي مع بنات خالك بنات عمك بنات عمتك بنات خالتك مثلا أو خالك وهكذا بارك الله فيك أم محمد من اليمن تقول يا شيخ عندي أولادي كبار يصلون الجمعة وباقي الفروض غير مواظبين على هذه الفروض وأنا دائما أنصحهم وأذكرهم بالصلاة وهم ما يسمعوني هل علي شيء إذا مثلا تركتهم أختي أم محمد بارك الله فيك ورضي الله عنك وأصلح الله لك النية والذرية وبارك الله لك في الأولاد لا شك بأن قيامك على تنبيه الأولاد على الصلاة هذا يدخل ضمن المسؤوليات التي أناطتها الشريعة برقبتك أنت والدهم فأنتما تقومان على إيقاظهم وتنبيهم وتذكيرهم بالصلاة وهذا واجب هذا واجب لذلك أنت مجورة على هذا كونهم ما يسمعون الإثم عليهم ليس عليك أنت الآن أي قطيم على صلاة الصبح أديت الواجب الذي فرضه الله عليك وإن شاء الله لك الأجر والثواب كونهم والله ما يقومون لا الإثم عليهم ما داموا بالغين البالغ هو الذي يقوم يحتم بالصلاة للأسف الشديد الآن كثير من الشباب هدان الله وإياهم عندهم كسل في موضوع الصلاة وعندهم اللجوء إلى النوم بشكل يعني غريب الجميع يشتكي عندي رسائل كثيرة بعض الأخوة والأخوات اللي يرسلون ما يذكرون أسمائهم ولذلك ما أستطيع عرض الرسالة يشتكون حال الأولاد نوم كثير يعني ينامون نوما كثيرا ويتركون الصلاة ويتخلفون عن الصلاة وهذا لا شك بأنه حقيقة علامة سوء وعلامة شر نعوذ بالله ليس هناك أعظم في أركان الإسلام من الصلاة بعد الشهادتين ولا قيمة للإنسان إذا ما كان يحافظ على الصلاة إيش قيمة في هذا الدنيا يعني يأكل ويشرب وينام هل هذه الحياة هي الحياة هذه حياة يسمونها حياة جثمانية حياة نباتية حياة يعني مش حياة الروح والقلب أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس كمن مثلوا في الظلمات ليس بخارج منها طيب الآن أنت أيها الشاب وأنت أيها الشابة ما موقفكم بين يدي الله إذا سألكم ليه لماذا لم تصلوا لماذا لم تصلوا الفجر لماذا لم تصلوا العصر ما هو الجواب النوم هل هذا عذر هل هذا عذر اللعب هل هذا عذر الذهاب إلى الأسواق هل هذا عذر الله عز أقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوط و ما عمر الصلاة أبدا ها كانت مانع من الذهاب إلى الأسواق و ما عمر الصلاة أبدا كانت مانع من اللعب و ما عمر الصلاة أبدا كانت مانع من النوم أبدا الآن أغلب هذه المصلين هل هنا في المساجد وش اللي يجعلنا نختلف عنهم أنتم أيها الشباب وش اللي يفرق بينكم هؤلاء كبار السن والشباب اللهم بارك ما الفرق بينكم بينهم في اختلاف الجينات اختلاف لا هو فقط فتور وكسل ونشاط وخوف من الله عز وجل هذا اللي يقوم إلى صلاة الفجر هذا يخاف الله يخاف الله و يخاف النار و يستعد يتزود بالتقوى أما اللي ما هم الصلاة آخر ما يفكر فيه الصلاة هل هذا فعلا يخاف الله عز وجل لا هذا يخاف من مديرة في الدوام يخاف من مسؤولة في العمل يراقب المسؤول و المدير أكثر من مراقبته لله عز وجل يراقب مدير المدرسة يراقب الدكتور في الجامعة يراقبه لكن الصلاة لا ما كان عليها رقيب ما كان هناك ملكان عن اليمين و عن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما كان هناك الذي يقول الذي يراك حين تقوم و تقلبك في الساجدين اتقوا الله يا شباب خافوا الله قيمة الإنسان في توحيد الله و هذه الصلاة هذه الصلاة لنعمة و جنة و راحة و طمأنينة الصلاة ترتب لك حياتك صلوات الخمس سبحان الله ترتب لك حياتك تنظم أمورك تشعر بسعادة و انشراح صدر و طمأنينة تجد بأنك فعلا تعيش حياة حقيقية أما حياة هذه اللي الإنسان آخر ما يفكر الصلاة هذه حياة حقيقة فوضوية عبثية أسأل الله أن يهدي الجميع أبو عبد الله من عجمان بارك الله فيه يقول في بعض أقربائي من عامة الناس عندما يقولون قل لا إله إلا الله و محمد يقولون يا رسول الله ما رأيكم في هذا النطق أبو عبد الله من عجمان بارك الله فيك يعني حقيقة و محمد يا رسول الله يعني هذه حقيقة غريبة جدا و محمد يا رسول الله هذا غلط هذا غلط الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله فالإتيام بحرف النداء لا مكان له كيف الآن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد يا رسول الله لا هذا غلط هذا ما يصلح طيب ليش ما قال أشهد أن لا إله يا الله مثلا إلا الله يا الله مثلا وهذا غلط أيضا هذا كله غلط ولذلك الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أو أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عابده ورسوله أنس من أمريكا يقول نحن نقيم في بلد غير مسلم ولا يوجد أذان مسموع في المدينة هل يجب علينا الأذان والإقامة لصلاة المنفرد في المنزل أخوي أنس أبو علي من أمريكا أبارك الله فيك أظن أن أمريكا أو كندا عموما أخي الفاضل بارك الله فيك الجواب نعم يجب عليك أن تؤذن ما دمت أن لا يوجد أذان في البلد تؤذن في البيت وتقيم تؤذن وتقيم والأذان لا يزن فيه أنك ترفع الصوت حتى يسمعك الجيران لا تؤذن في غرفة نومك أو في البيت والأذان بركة وخير وطرد للشيطان الأذان فيه طرد للشيطان وجلب لملائكة الرحمن وهو شعيرة عظيمة ولذلك أنت تؤذن وتقيم بارك الله فيك أسماء من ألمانيا تقول عندها مشكلة تقول تشاجرت مع زوجي أكثر من أربعة أشهر طلت من الطلاق لكن ما رد علي أجبرني على البقاء وقلت له أني أنا لم أعد أطيقة أن يلمسني قال لي إذن ابقي في غرفتك مع بناتك وأنا أحتسبك مثل أختي وأن أقربك هو يجهل أن هذا الظهار وتحريم وبعد مرور مدة تفقنا هذا الأسبوع واستسمحني وطلب منه الرجوع لكنني رفضت وأعلمته أني محرمة عليه ويجب علي أن يكفر عن الظهار أولا وبعد ذلك أعود إليه هل هذا الصحيح؟ هل إذا طلقني ثم راجعني بعد شهر أو شهرين تسقط عن الكفار وكيف عليه أن يصوم شهرين متتابعين إلى آخر ما ذكرت أختي أسماء من ألمانيا بارك الله فيك أولا بالنسبة لما حصل بينك وبين زوجك من شجار ثم طلبت منه أن ما يلمسك وأنك ما تطيقين وقالك خلاص أنت إجلسي في الغرفة مثل أختي هذا حقيقة لا يسمى ظهار هذا لا يسمى ظهار هو أراد أن يفسر ويعبر لك بأنك تبقي في هذه الحالة ما يقربك لأنك أنت طلبت هذا الشيء الظهار هو أن يقول أنت علي مثل أختي أو أنت علي كظهر أختي أنت علي كذا يخرج هذا مخرج الحلف أو اليمين هذه يسمونه ظهار هذه يسمونه ظهار فإذا قالك والله أنت قلتي له لا تلمس هو قالك خلاص ابقي في الغرفة ما أتيك مثل أختي كأنك يعني أختي لأن أنت طلبت هذا الشيء الذي يظهر لي بأن هذا ليس ظهار إلا إذا نواه فإذا نوا بهذا الكلام أنه يقول أنت هو أدلة القرائن يعني غضب وكذا قال أنت سأتعامل معك أو أنت تكون علي مثل أختي نعم هذا الظهار أما إذا قال لا خلاص أنت يجلسي في الغرفة وما أقربك مثل أختي يعني كأنه يقول أنه خلاص الذي أردته وطلبته حققته لك هذا ليس ظهار فيما يظهر لي والله أعلم و لذلك ما علي شيء و ترجعون لبعض الحمد لله و كل ما ذكرتي من السؤال يعني ما في داعي للجواب عليه لأن هذا ليس بظهار أبو يونس من المغرب يقول مردت بكورونا فكنت فاقد التركيز أصلي بدون تيوم بدون تركيز غالبا أسهو فأتم أنسى وأستدرسه ما حكم ذلك أبو يونس شفاك الله و عافاك كتب الله أجرك و جعل الله ما أصابك كفار و رفع الدرجة و علو منزل عموما أخي الفاضل بالنسبة يعني لك إذا كنت فعلا عقلك معك لكن أحيانا ما تركز و صليت بهذه الطريقة ما تدري كم صليت صليت ثلاثة أربعة صليت ركعتين ما تدري و ما تستوعب يعني أنت في وعيك لكن ما في تركيز تقضي هذه الأيام بارك الله فيك تقضيها تقضيها الآن أما تقول لا أنا في غيبوبة يعني الوعي الذي يأتيني نسبة ضئيلة جدا ما أعرف أنا أين ما أعرف ما الذي أصابني في حالة يعني ذهاب عقل تكون غير مكلف في مثل هذه الحالة لكن اللي فهمت من سؤالك أنك من النوع الأول عندك وعي لكن ما عندك تركيز و لذلك اقضي هذه الصلوات بارك الله فيك أم آلاء من عمان تقول يعني هل علي ذنب في قطعي لبعض الأهل من الأقارب بسبب المشاكل و المشاحنات و تشويه السمعة و كل هذا و أنا صامت و لا أرد لكن فضلت قطع العلاقة و للأسف جاء على هذا تدخل الكثير من الناس حتى صار الخصام لي بدون سبب و يعني ذكرت قصة طويلة تقول توسع دائرة الخصام حتى وصلت إلى زوجي و زوجي هل يعني أتصالح مع هذه المرأة اللي سببت لمشاكل أم أستمر في مقاطعتها مع العلم أن نفسيتي تأذت كثيرا منها أم آلاء بارك الله فيك و أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلبك و بين قلب هذه المرأة أخت الفاضلة يعني عندنا خاصة الأرحام العوائل اللي هناك فيه مثل ما يقولون شبكة قرابة ليس بالضرورة أن يكونوا أرحام يعني ليس بالضرورة أن تكون الصلة مئة بالمئة و ليس بالضرورة أن تكون القطيعة مئة بالمئة يعني فيه حل وسط أنت الآن فيه امرأة تؤذيك و سبب الإيذاء كلما شافتك كلما دخلت بيتها كلما كذا يعني حاول قدر ما استطاع أن تنسحب منها بهدوء الانسحاب كثيرا ما يكون نصر الانسحاب كثيرا ما يكون دواء و علاج نسحب منها و أد الحق العام الحق العام في الأعياد السلام عليكم عيدكم مبارك تقبل الله منها منكم في عيد الفطر عيد الأضحى صار عندهم عزاء أحسن الله عزاكم عظم الله أجركم وقعوا في مشكلة تساعدينهم و أنت الحمد لله ماسكة في مسألة الصلاة و مسألة يعني إعطاء حق القرابة و الحمد لله و أنت بعيد أنت بعيد يعني ما احتكيت احتكاك أغلب المشاكل سببها الاحتكاك التواصل الدائم ليس بالضروري و الله ما دام صار مشكلة أو شخص كذا لازم أقطع مئة بالمئة لا أخلي الصلاة يعني خفيفة و لذلك أنت الله يرضى عليك يعني يعني ذكرتي و أنا تقول يعني بأن حتى زوجك تدخل الآن و ذكرتي مسألة السيارة و غير عموما أيضا يعني زوجك الآن طلب منك ترضين زوجك و ترجعين العلاقة و خلك يعني مثل ما ذكرت لك بعيدة بمسافة طويلة هذه بإذن الله تديم المودة و العلاقة و أيضا تسلمين أنت بارك الله فيك و رضي عنك محمد من الإمارات يقول هل يجوز إخراج الزكاة للوالدة حيث أن عليها دين لمؤسسة إقراض مال و القرض الإسلامي و شرعي بدون فائدة تم شراء مواد البناء من خلال المؤسسة الوالدة لها راتب تقاعدي بسيط و أنا أقوم بتخصيص مبلغ شهري للوالدة محمد بارك الله فيك و كثر الله أمثالك و رزك الله بر الوالد و أبشر بخير اللي يهتم بوالديه و ينتبه لهم و يبرهم هذا موفق هذا موفق سيجد بركة هذا في نفسه و زوجته و عياله و ماله و حياته و وظيفته فأبشر بخير أخي الفاضل أنت قلت هل يجوز إخراج الزكاة للوالد يعني أنت الآن تريد أن تعطي الوالده من زكاة مالك و هذا لا يجوز هذا لا يجوز أن نفقة الولد على والديه واجبة نفقة الولد على والديه واجبة إلا إذا كانوا مغتنين و قادرين في هذه الحالة لا يجب في هذه الحالة لا يجب ما دام أنه استقل أيضا أما إذا كانوا فقراء و محتاجين لا يجب عليه ذلك بالنسبة للوالد إذا في حالة واحدة إذا وقعت في غرامة يعني عليها ديون و قرض و غير قادرة على السدات و مهددة ممكن بشكوى يرفعون عليها دعوة و شكوى نعم يجوز لك تعطيها من زكاة أما هي عندها راتب انت ذكرت عندها راتب راتب تقاعد و إن كان بسيط لكن تستطيع تسدد منها الدين لا ما تعطيها من الزكاة و إنما تساعدها من جيبك يا محمد بارك الله فيك أبو محمد بن أبوظبي يقول أحيانا أقول في الركوع سبحان ربي العظيم و بحمده في السجود سبحان ربي العلى و بحمده هذا صحيح مع العلم أني قرأت في بعض الكتب أنه يقتصر على سبحان ربي العظيم و سبحان ربي العلى أبو محمد بارك الله فيك طبعا هذه لفظة سبحان الله و بحمده وردت لكنها ضعيفة هذه اللفظة ضعيفة فأنت تقتصر على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان الهدف الركوع في السجود سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا سبحان ربي العلا تقتصر على هذا بارك الله فيك أبو فهد من الإمارات يقول يا شيخ نحن خمس إخوة وأربع بنات مع الوالد الله يحفظها نعم يقول بأن الوالد توفي في عام تسعة وتسعين عندما جئنا عند توزيع الورث أمرت الوالد أن يكون البنات مثلنا وليس هناك بأس من البنات وظروفهم صعبة مثلا لكن يعني ليس هناك مثلا يقول أن ظروفهم صعبة لكن الوالد أصرت على ذلك والبنات ظروفهم أحسن منا لكن الوالد ما زالت مصرعة على أن يأخذوا مثل الرجل أنا شخصيا مش موافق أبدا أخي الصغير كذلك وهو توفى الله في 2014 باقي إخوتي الرجال خايفين من غضب الوالدة ومأخذين الموضوع من باب بر الوالدين لكن هم أيضا مش موافقين ماذا نفعل مع أنهم لا يقولون ذلك أبو فهد بارك الله فيك أولا بالنسبة للمراث الذي تولى قسمته الله جل وعلا الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا ولذلك قال الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فالوالدة لها الثمن والأولاد الذكور والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين المسألة الثانية يحرم على الوالدة أن تجبركم على مسألة التسوية بينكم وبين خواتكم وهذا ظلم منها فالوالدة في مثل هذه السورة ظالمة وآثمة ومذنبة ذنب خطير يخشى على دينها وإيمانها لأنه معترضة على حكم الله سبحانه و تعالى إلا أن تكون جاهلة لا تعرف الآيات القرآنية ولا تفقى شيء من هذا القبيل وتجبركم على مثل هذا الأمر هذا أمر خطير يخشى على دينها وإيمانها يخشى على دينها أنه تعترض على حكم الله سبحانه و تعالى لأن الله عز وجل هو الحكم العدل الذي قسم بين العباد المسألة الأخرى إذا أحببتم أنتم وهذا بطوع اختياركم ورضاكم طيب هذا هدية منكم هذا هدية منكم هذا تنازل منكم تقول الله نعطي أخواتنا لكن أن تجبركم الوالدة لا حرام وذكروها بالله يبقى قضية الحل أنكم تتفقون مع الوالدة تلجعون إلى قاضي تقول أننا نذهب الآن إلى القاضي في المحكمة أو نجيب أحد العلم وطلاب العلم يقسم بيننا نحن غير راضين وبعدين لما تقول للوالدة أنا غير راضي هذا ليس عقوق بالعكس أنت وأخوانك لما تقول للوالدة نحن غير راضين تنقذون الوالدة من الظلم الذي عايش فيه تنقذون الوالدة من الذنب الذي الآن تسير فيه هذا الطريق خطير جدا عليه لذلك أخ الفاضل اجتمع أنت وأخوانك وقولوا للوالدة نحن غير موافقين نريد قسمة الله وليس قسمتك أنت ما فيها شيء ونحن نقول لها أننا خايفين عليك من غضب الله لأنك الآن أنت معترض على حكم الله كأنك تقول حكم الله غير عدل والعدل عندها هي سامحني أقول هذا الكلام وواضح أنتم باررين بوالدتكم لكن هذا الواقع فأنت لما تجتمع أنت أخوانك تقول الله نحن سامحين للوالدة نحن غير راضين نحن بأمس الحاجة هذا حقنا اللي الله فرضه تساعدون الوالدة على أن لا تمشي في هذا الطريق الشائك طريق الظلم طريق الاعتراض على حكم الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك أمت الله من تركيا تقول هل يجوز للمرأة أن تجلس أمام التلفاز من دون حجاب وبالنسبة للفتاة غير المتزوجة ويطربها ناس كثر للزواج و كل ما جاء أحد يفشل يعني الأمر يعني هل هناك مثلا سبب أو شيء أختي أمت الله بارك الله فيك بالنسبة لجلوس المرأة أمام التلفاز من دون حجاب ما في شيء ولله الحمد لأن اللي في التلفزيون ما يشوفك يعني أنا الآن ما يشوفك أنا فقط أمامي كاميرات وبين يديها هذا المكتب فقط فالمرأة يعني لو جلست أمام التلفاز من دون حجاب لا حرج عليه سواء كان البث مباشر أو مسجل قضية أنه والله تفشل مسائل يعني الخطبة قد يكون فيه سبب مادي معروف يعني سبب محسوس أقصد بالمادي محسوس أسباب يعني ليس كل خاطب رجع أنه والله لازم نقول سحر ولا عين ولا صحيح أحيانا سبب ما يعجب أهلك ممكن ما يعجبون فيه مثلا ممكن يوعز إليه يعاز بأنه يعني لا تكمل مثلا وقد يكون سبب آخر عين أو سحر أو شيء من هذا القبيل ممكن فما في داعي أن الواحد يروح للنقطة الثانية لا في نساء تقدم لها عشرات وسبحان الله يأتون يذهبون وجاها رزقها لأن الله عز وجل قدر أن هذه المرأة زوجها فلان بن فلان يمكن يجونها ناس من بلاد بعيدة ومن مدن بعيدة ويطلع الزوج وراهم في الشارع اللي وراهم ما تدري عنه الزوج الله اللي قدره موجود في البيت اللي وراهم وقد يجتمع أهل القرية على خطبة هذا المرأة وما يوفقون وزوجها يكون في أرض بعيدة في مدينة ودولة بعيدة هذا هذه قسمة الله وقدر الله سبحانه وتعالى بارك الله فيك أم حسام من جدة السعودية تقول عند الوالد بيت ويريد أن يبيعه ويوزع المال علينا عطيه نحن بنت ولدين هل يوزع الفلوس بالتساوب بينه وبين إخواني الذكور أو يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين في الورثة يعني مثل ما هو في الورثة أم حسام من جدة السعودية بارك الله فيك بالنسبة لهذه تسمى هبة في الحياة هذه تسمى هبة العطية عند الموت يعني إذا كان الشخص في سياق الموت وأراد أن يعطي شيء يوصي يسمونه عطية هذا تقسيمي بعض الفقهاء في الحياة الشخص في كامل صحة وقواه العقلية حب أن يهب لأولاده يعطيهم مثل البيت الذي ذكرته وحل يعطيهم بالسوية أم على قسمة الميراث قولان لأهل العلم القول الأول قالوا يسوي بينهم قالوا يسوي بينهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك والعدل هنا كان يقولون مادام أنه ليس ليس ميراث يعطى للذكر مثل عفوا يعطى للذكر مثل الأنثى والأنثى مثل الذكر القول الثاني قالوا لا اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم على قسمة الله يعني المعنى هذا المعنى فيكون للذكر مثل حظ العنثين تبقى قضية يعني لو قلنا بالقول الثاني إذا كان الأولاد راضين أبوهم قال والله أنا حاب أعطيكم لكن أعدل بينكم بالسوية وقالوا الأولاد نحن راضين ما في بأس ولله الحمد ولمن نور الدين من أسبانيا بارك الله فيه يسأل يقول هل التحية الإبراهيمية واجبة في الصلاة أخوي نور الدين بارك الله فيك طبعا المسألة هذه خلافية والراجح من أقوال أهل العلم أن الصلاة الإبراهيمية من أركان الصلاة وليس فقط من الواجبات بل من أركان الصلاة هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم ولذلك يجب على المصلي أن يأتي بالصلاة الإبراهيمية والصلاة الإبراهيمية هي ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه بيّنها وكشفها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد طبعا بالمناسبة الصلاة الإبراهيمية في أكثر من صيغة هذه أحد الصيغة هناك أكثر من صيغة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أبو عبد الله من عمان يقول أنا مقاول وأتفق مع أصحاب المنازل أن أبني لهم البيوت وأنا أوفر عمال البناء وهم يأتون بالمواد الإنشائية أحيانا مرات عديدة أحتاج لمواد إنشائية في العمل وهم لم يأتوا بها أقوم أنا بجلبها بسيارة الخاصة كي لا يتوقف العمل وأكتب سعر النقل في فاتورة المواد هل هذا العمل صحيح أم آثم عليه علما أني أكتب نفس سعر النقل الحقيقي أخي أبو عبد الله بارك الله فيك و بارك الله لك فيما رزقك وأعطاك و بارك الله لك في شغلك لا ما في شيء بشرط أنك تخبر صاحب البيت يعني صاحب المشروع تقول له أنا إذا ما وفرت لي أنا باشتري وأجيب لك فواتير فيعطيك إذن أعطيك وكالة بارك الله فيك هذا هو الواجب عليك ولذلك اجعل هذا عاد لك أنت الآن لما تتفق ولو سجلت في العقد ما في شيء شرط مشروطة أنك إذا تأخرت علي في المواد الإنشائية أنا باشتريها وأجيب لك فاتورة وأيضا تذكرون نوعية المواد هذه لأن تعرف أنت مقاول المواد الإنشائية تختلف الجودة وعدم الجودة السعر كذلك فلازم تأخذ الإذن مسبقا لابد تأخذ الإذن مسبقا و لك الحق أنك تكتب أيضا تضيف قيمة التحميل على سيارتك الخاصة تقول لهم مدام المتعارف عندكم كمقاولين أن المواد الإنشائية على صاحب المشروع و الآن صاحب المشروع أخله سيعطل عملك تكتب هذا أني أنا سأوفر المواد الإنشائية و سأحمل قيمة أجرة النقل مع المواد و تكون بهذا في منطقة الأمان و في السلام كما يقولون أمت الله من الدنمارك تسأل تقول يعني ما حكم أن ينظر إلى هواتف الآخرين خفية وهم لا يعلمون و بنات يتكلمون عبر الكاميرات في هواتفهم أختي أمت الله بارك الله فيك يعني بالنسبة لتربية الأولاد من البنين و البنات واجبة و الله عز وجل قال قال كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته فالأب راع في بيته و مسؤول عن رعيته و الأم راعية في بيت زوجها و هي مسؤولة عن رعيته و الله تعالى قبل ذلك يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم و أهليكم نارا و قودها الناس و الحجارة و التربية أنواع تربية العقائدية الإيمانية التربية على العبادة و الطاعم و رأوا أولادكم بالصلاة و أبناء سبع سنين و أضربوهم عليهم و أبناء عشر سنين تربية البنت على الحجاب تربية البنت على كذا و التربية الأخلاقية السلوكية كذلك من الصدق و الأمانة و الحياة و غير ذلك من جملة هذا يجوز للأم أن تراقب هواتف بناتها مثلا إذا كانوا شغلون كاميرات مع صديقات البنت تشغل الكاميرا مع صديقتها لا يجوز للأم أن تتدخل و تبين و تحذر و تنبه و تذكر ببعض الأشياء أن بعض البنات غافلات و صغيرات لا يعرفون هذه المخاطر فللأم التدخل و لها أن تنظر أيضا هذا حق للأم على الأولاد عموما لكن أهم شيء يا أختي الفاضلة أن لا يكون الأسلوب تخويني واضح؟ لا يكون الأسلوب تخويني و إنما يكون الأسلوب أسلوب رحمة و عطف و إظهار المحبة و بيان بأني أنا خايفة عليك هذا هو لما تشعر البنت بأن تأتيها بهذا الأسلوب هي تكشف لك أوراقها مثل ما يقولون أما الأسلوب التخويني القائم على التلصص القائم على يعني يعني بعض الأحيان يصير حركات غير جيدة ما تليق بالأم مقام الأم كبير عند البنت و ممكن ابتداء تخبرينها يعني أنا أمك و من حقي عليك إني أعرف صديقاتك مع من تتكلمين ما هي المواقع اللي تدخلينها حق لكي و قولي لا تقفلين الهات لأن أنا حاب أني أشوف لأنني أريدك في أجمل صورة و في أحسن حالة و في أعلى مرتبة هذا الكلام أعتقد يفتح مغاليق القلوب و أيضا يجعل البنت تقبل مثل هذه الممارسات حينما تقومين بمتابعتها و مراقبتها أم عبدالله من السعودية تقول أنا يوم كنت صغيرة ما كنت أعرف أحكام الطهارة من الحيض مرة من المرة استعجلت في الاقتصال و صمت و صليت بناء على هذا الاغتصال تقول ما حكم صيامي و صلاتي و عبدالله بارك الله فيك يعني بالنسبة أنت الآن تقول أنا ما كنت أعرف أحكام الحيض طيب كيف الآن اغتسلتي و صليت و صمتي هل طهرتي مثلاً إذا قلت لي نعم أنا طهرت و اغتسلت مباشرة و صليت و صمت طيب الحمد لله هذا كل النساء يسوون هالشكل إذا قلت لا والله أنا ما أميز بعدين بديت أعرف كنت أغتسل أثناء الحيض و ما انقطع الدم و أروح أصلي و أصوم لا ما يجوز هذا حرام الآن عليك الصيام تقضين الصيام و لا تقضين الصلاة تقضين الصيام و لا تقضين الصلاة فأنت ما حددتي لي أنت تقول والله كنت أجهل طيب ماذا عملتي تقولين والله أنا في الحيض أغتسل و أصلي و أصوم طيب كل الحريم يفعلون هذا وين المشكلة فيه فسؤالك في حلقة مفقودة ما أدري وين هل أنت يا أخت الفاضلة تقولين أنا والله ما كنت أعرف كيف تطهر المرأة بالقصة البيضاء و إلا بالجفاف أنا أحسبه هكذا و يبقى الدم لا تقضين هذه الأيام تقولين لا و الله أنا ينقطع عني الدم و أروح أغتسل و الحمد لله ما ينزل علي بعد ذلك أصلي و أصوم و لا ينزل علي إلا بعد شهر الحمد لله هذا الفعل الصحيح إذا هذا سؤالك بهذه الطريقة الحمد لله و صلك الجواب تقولين لا ارسلي لي مرأة هاني اكتبي لي و فصلي بارك الله فيك أم فاطمة من السعودية تسأل تقول تتمنى نصيحة تقول لوالدتها مات عندها ماعز صغير و صارت تقول لو أني أنا عنده كان عالجته و ما مات لأنه ما كانت عنده يعني هل هذا من الشرك أم فاطمة بارك الله فيك لا هو ليس من الشرك المخرج من الملة لا لكن الوالدة يجب أن يصلها هذا الكلام و هي أنه لا يجوز للمسلم إذا حصل لشيء يقول لو أني فعلت و كذا لكان لو كنت موجودة ما ماتت لو كان الولد ما راح اليوم ما صار لحادث لو سوين ما يصرح لا هذا ما يصرح النبي عليه الصلاة و السلام نهى عن قول لو قال فإن لو تفتح عمل الشيطان يقول عليه الصلاة و السلام لا يقول أحدكم لو أني فعلت و كذا لكان كذا و لكن لي يقول قدر الله و ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان فالوالدة و قدر الله و ما شاء فعل قدر الله و ما شاء فعل الله عز وجل لما كان المنافقون في المدينة من جملة إرجافهم و من جملة خبثهم بعد معركة أحد قالوا يقول للصحابة قلنا لكم لا تروحون لو جلست عندنا ما ميتم و لا قتلتم يقول لبعض الصحابة فأنزل الله جل وعلا قوله لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم و القتل إلى مضاجعه يعني لو كانوا في بيوتهم و ما كان في نية ما فيه لا حرب و لا شيء لخرجوا من بيوتهم إلى هذا المكان ليموتوا لأن هذا قدر الله سبحانه وتعالى و لذلك الوالدة الله يحفظها و يبارك فيها لا تقول له تقول قدر الله ما شاء فعل و ما تدري الخير وين ما تدري الخير وين قضاء الله كل خير قضاء الله كل خير هي تشوف الآن و الله خسارة و كذا صحيح هذا في الظاهر لكن ما تدري لو هل ما عز بقي يمكن يسبب شر كبير و فساد عريض هي ما تدري عنه و يمكن يتسبب له هي في مشكلة يمكن تنتقل إليها أمراض من هالماعز أنا أضرب مثال يمكن يجيها مرض لا قدر الله لا قدر الله مرض فيروس و اللبلى من هالماعز خليه تفكر تقول الحمد لله ما يقول إنسان الحمد لله على ما قدر و قضاء لازم يفكر بأن قضاء الله كله خير بارك الله فيك عهود من السعودية تقول خطبني ولد خالتي و نكمل خمس سنوات مخطوبين طبعا خطبة من دون عقد و لا تزوجنا كل سنة يأجل الزواج يكلمني و أهلي و أهلي يعرفون أن يكلمني صار بيننا كلام للأسف فاحش مجرد كلام بس أنا ندمان و أحس بالذنب تراودني فكرة فسخ الخطبة و أحس ربي ما بيوفقنا بسبب الكلام اللي صار بيننا و بسبب أمه ما كانت تبيني كانت تبيني أختي اللي أصغر مني و الله في حيرة من أمري و صرت فيني إلى درجة البكاء أحيانا يجرحني ما أدش أسوي يعني إلى آخر ما ذكرت يعني طبعا تقول يعني لأسف يوجد هذا عند كثير من الناس أختي عهود بارك الله فيك أولا يعني اللي تم بينك و بين ولد خالتك خطبة هذا وعد بالزواج و ليس زواج و أنت واضح تعرفين هذا الشيء الأمر الثاني ما حصل بينكم من كلام مثل ما يحصل بين المتزوجين لا ما يليق تستغفرين الله عز وجل مسألة أخرى لا تقولين والله يمكن هذا يكون سبب في عدم توفيقنا في الزواج لا استغفر الله توفيق و قولي له قولي سامحني أنا ما أتكلم معك لأنك ما زلت أجنبي عني حتى تعقد علي إذا عقدت علي أنا زوجتك مسألة أخرى كن هو راغبك و أم راغب أختك الصغيرة اتركي والدته أنت الآن هو هو يبغاك أنت فما في داعي أن يدخل الشيطان عليك وتسمحي لأنه يدمر مثل هذه الفكرة في مشروع زواجي الحمد لله يبقى قضية الاستعجال استعجلوا في قضية الزواج و الشي يمنع الآن أن يتقدم لك و حاول تسهلي لأنت الأمور تبسطي للأمور إذا قال والله أنا ما عندي الآن قولي للبعدين المهر إن شاء الله بعدين أنا والله كذا قولي للبعدين إن شاء الله الأمور طيبة سبحان الله العظيم يا أخواني و أخواتي أنا ما رأيت في الغالب بحدود يعني معايشتي أنا إنسان يخطب بنت و ينتظرون سنوات إلا أفسد الشيطان ما بينهم أبدا أبدا و لذلك دائما أنا أنصح الشباب إذا خطبت اعقد و أدخل و أي شي سيتيسر بإذن الله و هذا مصداقة في حديث النبي عليه الصلاة و السلام لما ذكر ثلاثة حق على الله يعونهم و ذكر المتزوج أبدا ما تأخر خطب إنسان و تأخر إلا دخل شياطين الجن و الإنس هذه المساحة يلعب فيها ثعالب الجن و الإنس يخربون هنا و يخربون هنا و الله عندي حالات كثيرة و أنا يمكن بعض الأخوة و الآباء و الأمهات يعرفهم يعرفوني يتابعوني و حصلت لهم هم هذا الشيء فلذلك أي شاب يتقدم لخطبة منه لا يتأخر لا يتأخر يعقد عليها و يدخل فقط فترة الاستعداد لأن سبحان الله العظيم هذه الفترة أصرا أكثر ما يزعج الشيطان الزواج أكثر ما يزعج إبليس الزواج لذلك إبليس كما جاء في مسلم ينصب عرشه على الماء ثم يبعث جنوده شياطين يعني فيأتونه يجبون له يعني يعني التقرير اليومي و يسوه اليوم من الإفساد في الأرض ماذا عملت يقول إبليس قال ما زلت به حتى زنى ها ما زلت به حتى شرب الخمر ما زلت به كذا ما زلت حتى فعل فيأتي شيطانها قال ما زلت به حتى فرقت بينه وبين امراته فيقوم و يحتضنه إبليس لعنة الله إليه يحتضنه يقول أنت أنت هذا الشيطان الشاطر هذا الشيطان الشاطر هذا المعنى يعني و لذلك سبحان الله مثلما هذه نصيحة لكل من يشاهد إذا تقدم شخص لابنتكم و خطب و وافقتم عليه قلوا له بسم الله أسبوع الجاي الملكة و إلا بعد بكرة و دبر نفسك من الآن لا تأخر في الزواج نصيحة والله حبية نصيحة والله ما أرجو بها إلا الثواب من الله عز وجل حالات كذا و شوفوا الحالة الأخت عهود كيف الآن خمس سنوات خمس سنوات من تجاهها جاء خمس أطفال السنوات الخمس خمس أطفال عندها أو أربع أطفال عموما أسأل الله تعالى أن يحفظكم و يبارك في الجميع رهف من سوريا تقول أنا مقيمة في تركيا و ناوي أطلع الزكاة و أعطي زكاتي لأناس أطلبهم دين هل يجوز أن أخصم من الدين المبلغ المحدد للزكاة و أقول لهم هذا المبلغ لا أريد أن ترجعوه لي و هو زكاة عن مالي لكم رهف بارك الله فيك لا ما يجوز و حرام و هذا ما هو مقبول ما يقبل منك الزكاة لماذا؟ لأن الزكاة لها نية الزكاة لها نية و هذه ليست نية زكاة هذه نية إسقاط دين الشيء الثاني الزكاة أخذ و إعطاء خذ من أموالهم صدقة و أين الأخذ و الإعطاء في هذه الصورة المسألة الثالثة أنت حميتي مالك و هذا ما يجوز جريت نفع لنفسك كأنك الزكاة دفعتها لنفسك ليش؟ لأن الدين سيرجع لك أنت و قلت بدل ما يرجع لي خلي زكاة لا ما يجوز حرام يا أخت الفاضلة و يعني هذه الزكاة غير مقبولة و إذا فعلتيها لازم تعدين لأخراج الزكاة أبو محمد من العراق يقول أنا متزوج من أمرها صوتها عالي في البيت حتى في الحديقة حديقة البيت على أبسط الأشياء تخلق مشكلة تحرض أولادي علي أخجل من جيراني من ارتفاع صوتها كلما أعلمها على تقليل المشاكل لكن تفعل العكس و نحن أجداد ماذا علينا يا شيخ أبو محمد بارك الله فيك و أعانك الله أعانك الله يقول الله جل وعلا إن أنكر الأصوات لصوت الحمير الصوت العالي هذا ربنا جل وعلا قبحه حينما شبهه بأصوات الحمير و كلما ارتفع الصوت خاصة من المرأة كان أقبح من الرجل لأن المرأة مأمورة بالستير المرأة فيها الحنان فيها الرقة المرأة فيها اللطف المرأة فيها الحياء أغلب و أكثر يعني لا يعني أن الرجل ما عنده لا لكن المرأة المرأة دائما صوتها لا يرتفع على زوجها و لا على أحد من أقاربها هذه المرأة الصالحة التقية النقية أما رفع الصوت في البيت على الزوج و على الأولاد تحريض الأولاد ماذا تستفيد ماذا تستفيد إن أنكر الأصوات لصوت الحمير يعني في الحديقة وترفع صوتها و جيرانا يسمعونها أين الحياء أين مراقبة الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان ما يستحي من الله يستحي من الناس يخجر من الناس يعني الناس الآن لما يسمعون صوت جارتهم و شقلون يقول ما شاء الله الصوت البلبلي اللي يغرد لا يقول هذا عوذوا بالله يتعوذون بالله عز وجل من هذا الصوت لذلك حتى تخجل إذا كان ما تخجل من الله تخجل من الناس الشيء الآخر ما يتعلق بقضية الحقوق و الواجبات كيف الآن امرأة تحرض أولادها على والدهم و هم في هذه المرحلة السنية أجداد الآن كيف أنا ما أفهم يعني امرأة تقول تحرض أولادها تقول لا تطعون أبوكم لا تسمعون كلامه لا تخالفوه مثلا هل هذا يقول إنسان سوي عاقل ما أعتقد أنا يعني إنسان سوي و عاقل و يملك عقله يفعل هذا الشيء كيف و هي مسلمة مؤمنة تخاف الله عز وجل و تعلم بأن الله يراقبها و مطلع عليها سبحانه وتعالى و أن الملائكة تكتب كل شيء و لذلك على المرأة أن تتق الله و أن تخاف الله إذا كانت المرأة ما تخاف الله و ما تتقيه يعني أقل شيء تخجل من الناس تقول عيب من الناس و هذه رسالة لكل امرأة أن تخاف الله و أن تتقيه أي امرأة تؤذي زوجها في الدنيا هناك نساء في الجنة يلعنها يلعنها لعن و يقولنا لا تؤذين يوشك أن يأتي إلينا إذا كان رجل صالح مصلي مسمي من أهل القرآن من أهل ذكر الله عز وجل من أهل الإيمان و التوحيد فيه نساء في الجنة يلعن هذه المرأة و لذلك أخي الفاضل في الجانب الشرعي العملي الزوج له الحق الكامل في أن يفارق امرأة هذه المؤذية بلسانها المرأة التي تؤذي زوجها بلسانها و صبر عليها و صبر و علمها و كذا تزداد له أن يفارقها و الله عز وجل يرزقها و يعوضها هذا لا أقول فتوى لك لا أقول لك الحق يعني يوم القيامة إذا جئت بين يدي الله أنت معذور ما يحاسبك الله ليش تركتم معيالك لكن بل في حديث أن الذي يبقى مع امرأة مؤذية بمثل هذه الطريقة أن الله يعاقبه أن الله يعاقبه لأن الحياة الزوجية حياة قائمة على المودة على الرحمة على العطف الحياة الزوجية فيها شراكة الحياة الزوجية لقاء يومي بل لقاء يعني ما ينفك فإذا كانت المرأة 24 ساعة منكد على زوجها و منقص عليه حياتها و منكدر عليه عيشته كيف يعيش مع هذه المرأة كيف يعيش مع هذه المرأة لذلك أخي الفاضي أنت لك الحق الكامل النبي عليه الصلاة و السلام شكية له امرأة تقوم الليل و تصوم النهار ها امرأة صالحة لكن ما تمسك لسانها عن جيرانها دائما لسانها غيبة و نميمة و كلام في الجيران قال هي في النار هي في النار و قيل له يا رسول في امرأة يعني صلاتها صلي الفرائض لكن ما تقوم الليل مثلا ما تصوم النهار لكن اللهم بارك حافظ لسانها عن جيرانها قال هي في الجنة هي في الجنة طيب كيف المرأة اللي متسلطة على زوجها لسانها يقرض قرض بزوجها نسأل الله العافية و السلام فأسأل الله أن يهديها و أن يفتع على قلب دعو لها يا أخي الفاضل دعو لها في صلاتك و نبهها و حذرها أنها ما تستمر لأنك خايف علي أنت من النار من غضب الجبار الله عزيز حكيم و عدل سبحانه الأخت أمت الله من أمريكا تقول أمي و أخي ماتوا بحادثة اختناق بغاز أو الأكسيد الكربون تسبب من السيارة هل يعتبرون من الشهداء للعلم تأكد من أن الوالدة صلت الفجر و قرأت القرآن و بعدها توفيت بعد صلاة الفجر أختي أمت الله من أمريكا أحسن الله عزائك عظم الله أجريك غفر الله لموتاكي أسأل الله تعالى نجعلهم في جنات النعيم أختي الفاضلة ما نستطيع أن نحكم على أنهم شهداء ما نستطيع نعم صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل قال ما تعدون الشهيدة فيكم قالوا من مات في سبيله فهو الشهيد يعني في المعركة قال إذن شهداء أمتي قليل ثم ذكر قال الغريق شهيد و الحريق شهيد و الهدم شهيد الهدم اللي يموت تحت بناء و المبطون شهيد و ذات الجنب شهيد اللي يموت فيه قال العلماء مرض الكلا الفشل الكلوي و أيضا السرطان قالوا بأن يعني الأمراض الباطنية هذه اللي مثل السرطان و الطاعون أيضا اللي يموت في الطاعون شهيد حوله قال ذكرنا أجناس من الشهداء لكن عموما ما دام الوالد الحمد لله صلت الفجر و قراءة القرآن هي في ذمة الله الحمد لله و أبشري بخير ماتوا على التوحيد و الإيمان و السنة هذه نعمة من نعم الله أنت الآن أكثري لهم من الدعاء أكثري لهم من الصدقة و أسأل الله جل وعلي أجعلهم في جنات النعيم أم راغب من اليمن تقول هل يجوز أني أخذ فلوس من دون علم زوجي مع العلم أني يوفر كل شيء للبيت لكن إذا سألنا في شيء خاص مثلا إذا جاء العيد أو أريد أن أشتري ملابس أو فلوس أشتري هدية إذا ذهبت إلى بيت الجرام مثلا يرفض يعني و يريد إجابة مقنعة و مفصلة أو تريد هي أم راغب أم راغب أو في محفظته أو أي شيء له فيه مال ما يجوز و حرام و هذا اعتداء و ظلم أما إذا كان الزوج مقصر في الواجبات و الضروريات و المرأة تقول لها يعني اتق الله فينا و يرفض نعم لها الحق في ذلك لما جاء من حديث عائشة أن هند رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم و قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل من الشحيح لا يعطيني و ولدي ما يكفيني فقال خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف بالمعروف فقالت ما يكفيني يعني مقصر في الضروريات مقصر في الحاجيات يجوز أما والله أنت رايح تأخذين هدية للجيران ها الهدية إذا الإنسان فتح الباب فيها ما ينسد ما ينسد هذا الباب وديت الجارتك هدية الجارة الثانية والثالثة والرابعة ثم طيب على أي مناسبة زواج نعم ودوا هدية زواج عما قضايا والله الآن الأسف الشديد أصبح عند الناس أمور غريبة جدا وليتحمل هذا المسكين الزوج أو الوالد أو الوالد هدية زواج طيب هدية نجاح هدية ولادة الآن للأسف الآن للأسف الأسف طفل أو طفلة تخرجوا من الصف السادس وراحوا للإعداد لازم حفلة لازم حفلة والزوج مسكين راتبة بسيط يكد الليل والنهار ما يحصل يعني إلا بجهد وعرق الجبين وكد اليمين وتعب الليل والنهار ويروح على أشياء تافع اتقوا الله خافوا الله في أزواجكم يا حريم خافوا الله في آباؤكم يا أولاد اتقوا الله فيهم بعض الآباء يستسرب للعاطف مسكين ما يدوا يمكن يقترب الحفلات هذه أصحاب الأموال أرباب الأموال اللي يقدرون عليها لكن ليس بالضرور أن كل واحد سوى حفلة قلدة هذا اللي سوى حفلة هذا قادر ما تكلف شيء الحفلة لأنه غني لكن والدكم الفقير أو متوسط الحال اتكلفونه مثل ما يعني يأتي به الغني لا اتقوا الله اتقوا الله وبعض الآباء قد يرفض هذا رفض قاطع ويمكن يزعلون الأولاد عليه يحسبون هذا الوالد البنوك متأذية من كثر أمواله ما يدرون المسكين يتعب الليل ويكد الليل والنهار علشان يجيب لقمة العيش لذلك أخت الفاضلة ما يجوز لك ويحرم عليك أن يتمدي جدك في تأخذه من وراء زوجك وزوجك مع الحق لما قالك لا وقالك ليش توديه كذا وكذا لأن هذا الباب ما يسكر إذا فتحت باب الهدايا للآخرين ما يسكر خلاص كل واحد يشرح عليك ويطلب منك ويتطلع ويستشرف يقول وين أمو فلان ما جابت لنا أمراغب اليوم ما جابت هدية بس ودت الفلانة ودت العلانة وليتحمل هذا منه راتبك لا مو براتبك راتب الزوج الله يعينه الزوج اللي يكد هو اللي يتحمل وانت جالسه فقط توزعين هدايا لا اتق الله ما يجوز هذا بارك الله فيك الأخت أمو محمد من فرنسا تقول يعني زوجها عنده مشكلة في الركبة ولا يستطع السجود والدكتور قال لا تسجد أختي أم محمد من فرنسا بارك الله فيك بالنسبة لزوجك إذا استطاع أن يقوم في الفرض فيجب عليه يصلي الفرض قائما وإن لم يستطع صلى قاعدا ولله الحمد والمنة والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عمران بن حسين قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم وبالنسبة للسنة الأفضل ما دام أنه يعاني يصلي جالس حتى من ابتداء الصلاة لأن السنة يجوز الإنسان أن يجلس فيها ولو كان قادر على القيام ولو كان مستطيع أن القيام يجوز لكن الفريضة إذا كان يستطيع القيام يقوم إذا ما يستطيع يصلي قاعدا بارك الله فيك وفيه إخواني انتهى وقت البرنامج لكن الأسئلة منتهت الأسئلة كثيرة أذكر إخواني وأخواتي يعني شروطنا في قبول الإجابة على السؤال أن يكون سؤال واحد أن يكون مختصر السؤال ذكر الإسم أو الكنية الاسم والكنية وذكر البلد حتى نقول والله فلان من البلد الفلاني وأيضاً وأيضاً ما نقبل الأسئلة المسجلة صوتياً ولا المسجلة يعني مثل الفيديو يسمونه ما نقبل هذه وإنما نقبل الأسئلة المكتوبة وأيضاً مع الصبر لأن الأسئلة عندنا كثيرة ألتقيكم غداً بحول الله تعالى وقوته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون